اشتركوا في القناة احد حامل الكرات حول ملعب المباراة بسبب تأخر في ارسال الكرة داخل ارض الملعب لتأخر الزمالك في نتيجة المباراة واعترض لعب الوداد المغربي والجهاز الفني على متحة عبدالهادي الامر الذي ادى لتوقف المباراة لبضع دقائق وحرص محمود عبدالرزاقش كبال قائد الزمالك على التدخل لانهاء الازمة ومرضات حامل الكرات من فريق الوداد المغربي ومنح صادق السلمي حكم المباراة البطاقة الحمراء لمتحة عبدالهادي قبل استئناف اللعبة من جديد أعزائي المتابعين دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته